استعداداً لاستخراج الغاز المغرب يوقف الصيد البحرية لمدة سنة بأربع مواقع بساحل العرائش لإنجاز البنية التحتية تلقى مهني الصيد في ميناء العرائش تعليمات بعدم الصيد في أربع مواقع بحرية بساحل العرائش من أجل إعطاء الفرصة والمساحة لإنجاز البنية التحتية المرتبطة باستخراج الغاز الطبيعي من طرف شركة شاريو البريطانية المكلفة بالتنقيب واستخراج الغاز في المنطقة وحسب مصادر مهنية من العرائش لي الصحيفة فإن مهني الصيد أعرب عن قبولهم لإيقاف الصيد لمدة سنة في المناطق البحرية التي تدخل ضمن الإحداثيات المتعلقة باستخراج الغاز بهدف إرساء البنية التحتية وذلك عقب اجتماع عقدته جمعية لكسوس لأرباب مراكب الصيد البحري وغرفة مراكب الصيد البحري بالشمال مع المهنيين خلال الفترة الأخيرة وتوصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بالرد الإيجابي من مهني الصيد في العرائش وفي الوقت نفسه تقدم باقتراح عقد اتفاقية شراكة مع كافة المتدخلين الحكوميين والشركة صاحبة الحق في استغلال حقل الغاز بالعرائش لدعم قطاع الصيد البحري تحسبا لأي آثار سلبية على نشاط الصيد بالمنطقة مستقبلا هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة شاريو البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المملكة المغربية قد قامت في ميل ماضي بأولى الخطوات المؤدية لتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من الواجهة الأطلسية بساحل العرائش بشمال المغرب باطلاق مشروع مشترك مع شركة Vivo Energy تتكلف من خلاله الشركة الأخيرة بتوزيع الغاز على العملاء الصناعيين في المغرب وحسب بلاغ لشركة شاريو فإن هذه الشراكة تهدف في البداية إلى توزيع الغاز الذي تستخرجه الشركة من حقول أنشوى بساحل العرائش لفائدة العملاء الصناعيين داخل المملكة المغربية من أجل إعطاء دفعة للقطاع الصناعي بالمغرب وقد تم اختيار شركة Vivo المتخصصة في توزيع الوقود ومواد التشحيم عالية الجودة عبر أكثر من 400 محطة داخل المغرب كما أشار بلاغ شركة شاريو إلى أن الاتفاق مع شركة Vivo يشمل عقدا طويل الأمد لبيع جزء من الغاز المتوقع استخراجه مستقبلا بكثرة من حقول أنشوى وقد أعرب أدونيس بوروليس المدير العام لشركة شاريو عن أهمية هذه الشراكة مع Vivo للمساهمة في القطاع الصناعي في المغرب وأضاف ذات المتحدث بأن هذه الاتفاقية تؤكد الأولوية التي توليها شاريو لسوق الطاقة المغربي وهو يكمل مفاوضات البيع الجارية الأخرى فيما يتعلق بعمليات شراء الغاز المستقبلية من حقول أنشوى ومن جانبه أكد ستان ميتلمان الرئيس التنفيذي لشركة Vivo أن هذا التعاون مع شركة شاريو للنفط والغاز من شأنه أن يسرع النمو الصناعية في المغرب كما سيسمح بتقديم منتج أنظف وأكثر تنفسية للعملاء الصناعيين هذا وتجدل الإشارة إلى أن شركة شاريو سبق أن أعلنت في مارس الماضي إنبئرة أنشو ثنان الكائن بساحل العرائش على الواجهة الأطلسية للمغرب يحتوي على كميات هائلة من الغاز الجاف العالي الجودة وفق بلاغ كانت قد نشرته أنذاك وحسب ذات المصدر فإن النتائج الجديدة بخصوص هذا البئر الذي يدخل ضمن رخصة لكسوس بين شاريو والمكتب الوطني للهايدروكاربوناتي ستمكن من زيادة معدل الإنتاج مشيرة إلى أنها تمتلك حصة 75% من حق استغلال هذا البئر بينما تذهب 25% المتبقية للمغرب عبر المكتب المذكور وأكدت الشركة البريطانية أنها أكملت هندسة وتصميم مشروعها الرائد لتطوير الغاز البحر قبالة سواحل المغرب مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تصل كميات الغاز المعالج إلى 105 ملايين قدم مكعب في اليوم وأنها تقوم بي المناقشات التفصيلية حول الشراكة واتفاقيات مبيعات الغاز وتمويل المشاريع وأوضحت شاريو أن توقعتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في ساحل العرائش يقدر أن تتعدى 1 تريليون قدم مكعب بما يمثل زيادة قدرها 148% وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة و609 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة